السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير وفي احسن حال تعالوا النهاردة نعمل وصفة اقتصادية سهلة جدا وبسيطة بقالنا كثير ما عملناش حاجات اقتصادية مع بعض هنعمل كل الطبق الحلو انتوا شايفينه ده بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة حاجة كده تحفى هنعمل البفتيك الكتاب باللحمة المفرومة تسوية سهلة وسريعة من غير بقى ما يشد منك ولا الكلام ده خالص وكمان اقتصادية جدا جدا بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة هنعمل طبق او وقبة كده تكافي كل الائلة طبع معي الفيديو الاخر ما تنسوش تعملوا لايك كمان تشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض نقول كده باسم الله الرحمن الرحيم انا معي ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة جايبها من الكيس على الطبق على طوز زي ما انتوا جايبين كده على الطبيعة تمام استخدمي اي نوع لحمة تحبيه لحمة مستوردة لحمة بلدي اي نوع لحمة تحبيه على حسب امكانياتك والظروفي تمام حطيت عليه حوالي اربع معالق كبار من البقسمات المطعون تمام اللي هو البقسمات الناعم اللي هو العادي خالص بتاع البني ده تمام احط عليه كمان كوصرت عليه كده واحدة بيضة واحدة بس تمام طبعا البيضة هتعملي كده تمسك للمكونات كده مع بعض وهي مهمة جدا ان انتوا تستخدموها هعمل اي كمان هنحط كمان اه معلقة صغيرة من الملح هحط كمان رشة من الفلفل الاسود رشة من الكمون وهي رشة كده من البابريكا وكمان شوية من السبع بغارات اللي عملناهم مع بعض قبل كده في القناة سيبلكوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف تمام يبقى ملح فلفل اسود وبابريكا ورشة صغيرة من الكمون والسبع بغارات حطيت كمان معلقة صغيرة من البيكنج بودر ودي طبعا مهمة جدا جدا عشان تخليه كده معاك يهاش من جوا وما يكونش ناسف ويكون طري معاك هبدأ بقى اهجم كده كل المكونات كده كويس مع بعض كويس جدا هتلاحظوا هنا ان انا ما ضفتش بصل ولا توم زي مثلا لما منضيف على الكفتة او كده بصوا هو براحتكو يعني لو حابين تدفوه تمام مش حابين تدفوه براحتكو خالص بس لو استخدمتي بصل او توم تمام يعني ممكن تستخدمي بشر كده بصلايا واحدة وكمان اه فاصين كده تلاتة من التوم لو حابة او بصل بس بس في الحالة دي تاخد كل المكونات كده مع بعض وتضربها في الكفة كويس عشان البصل كده ما يكونش باين معاكي وطعمه ما يكونش ظاهر او في الاكل انا هنا ما ضفتش بصل وبدأت كده ااخد اللحمة بتاعتي وعملها كورات بالشكل ده كده واحطها في الطبع على حسب عدد البفتيك اللي انا عاوز اعمله تمام انا تقريبا اسمتها على تسعة قطع او عشرة مش متذكرة اوي تقريبا تسعة تمام من الشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده هنبدأ نشكلها مع بعض طبعا لو انتو حابين يرمي معاكو كمية اكتر اعملوه يعني اعملوا كور اكتر قطروا من عدد الكور لو حابينو يعمل كمية اقل وتبقى القطعة كده ساميكة وكبيرة برضو براحيكو هبدأ كده اجيب كيس بلاستيك كده وافتحه بالشكل اللي انتو شايفينه ده وحط فيه القطعة كده القور اللي عمل لها مع بعض دي وبدغط عليها كده بقداية بالشكل اللي انتو شايفينه ده بشكل كده عشوائي بش منتظم خالص عشان يديكي كده شكل قطعة البوفتيك اللي هو الشكل بيكون عشوائي بش منتظم تمام باضغط عليها بالشكل اللي انتو شايفينه ده ونخلي السمك بتاعها بش رفايع قوي قوي لدرجة ان هو ينشف معانا في الزيت ولا يكون برضو ساميك قوي تمام نخليه السمك كده متوسط معانا تمام زي ما هو رهولكو دلوقتي بدأت كده اعمل كل الكمية بالشكل ده اعز اقولكو بيعمل كمية حلوة جدا جدا نضغط عليها كده بايدينا هتلاقوه كده بتتفرد معاكو بسهولة جدا دي اسهل طريقة تشكله بيها تمام ومش بتحتاج ادوات ولا حاجه هو بالكيس البلاستيك بالشكل ده كده عايز اقولكو الوصفة دي من الوصفات الاقتصادية اللي لو جربتوها مرة واحدة بس هتعتمدوها على طول من كتر ما هي موفرة جدا وفعلا طعمه حلو جدا طعمه احلى كمان من البوفتكل عادي لان كده متشبع كده اللحمة متشبع كده من التوابل وبرضه هي لحمة مش حاجه مضرة ولا مزودين فيها حاجه ولا فلسوية ولا اي حاجه اضافية هي عبارة عن اللحم وشوية الاضافات البسيطة اللي ادفنوها دي تمام دلوقتي بها انا نقلتها على الفريزر عشان تجمد خالص لازم تكون مجمدة جدا تمام يعني توصل لدرجة التجميد تبقى نشفك كده معنا ونبدأ نخرج الكياس دي ونبدأ نعمل لها الكفر بتاعها تمام انا حطيت هنا شوية من الدقيق حطيت عليهم ملح فلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وشوية التوابل كده ويبقلبهم مع بعض زي ما انتو شايفين كده ده كده اول طبقة اللي هي طبقة ادئي طبع انتو عارفين ان البوفتيك بتعمل طبقة ادئي وبعد كده بيض وبعد كده بقسمه تمام دي كده طبقة ادئي بتاعتي هبدأ بقى في الطبقة التاني ده هبدأ اضيف شوية كده من الحليب حوالي كده ربع كباية من الحليب او ربع مجي كده زي ما انتو شايفين مش ربع كباية حتى لا ربع مجي كده تمام وحطيت عليها بيضة واحدة ورشة من الملح ورشة من الفلفل اسود طبعا لو انتو عاملين كميات اكبر من اللي انا عاملها بتزودوا بالفيلم ادئي تمام يعني ممكن تحتاجوا اكتر من بيضة عشان تكفي معاكم الكفر اللي برا هبدأ كده ارباها كده كويس بالشوكة بالشكل ده كده واخر طبقة معنا اللي هي طبقة البقسمات طبقة ناعم ممكن تشتروه اللي هو بيبقى معلب اللي هو تقريبا اسمه روز بيك او ممكن تستخدمه اللي هو بيكون بيتباع كده عند الفرنة برضو اتبله كده بشوية ملح وفلفل اسود وشوية بهارات تمام عشان يديني كده طعم لللحمة كده شوية بصل بودر وشوية طم بودر وبقلبهم مع بعض كويس جدا طعم مقدير والخطوات سهلة جدا وبسيطة وتقدر اي حد يعملها بكل سهولة مش هتاخد معاك غلبة خالص ولا وقت ابدا تمام شايفين كده شرايح اللي احنا عملناها دي جمدت خالص في الفريزر شايفين بخلعها كده بكل سهولة من الكيس شايفين بقت قطعة واحدة متجمدة بالشكل ده كده هبدأ بقى نزيلها في الدقيق الاول زي ما انتو شايفين عفرها كده بالدقيق وبعد كده هنزيلها في البيت بالشكل ده كده وابدأ ارفعها وانزيلها على البقسمات واتك عليها كده وبأدية لحد ما تتشرب كويس كده من البقسمات وتبقى القطعة كده بفتيك متع مسكة وحلوة معايا على طول هكون مسخنة الزيت جنبي الزيت يكون سخن جدا ما يكونش مش زي بقى البفتيك العادي لا احنا عاوزين الزيت يكون سخن جدا جدا تمام ما فيش اي مشكلة ولا هيشد ولا قفر هيتخلع من عليه ولا هيبقى ني ولا الكلام ده كله بتاع المشاكل بتاعة البفتيك العادي تمام كل اللي احنا هنعمله هنحط الزيت على درجة حرارة بعد ما نسخن الزيت كويس كده هنخلي درجة الحرارة متوسطة والزيت ما يكونش غزير قوي يعني ولا كتير قوي ولا قليل قوي وهنبدأ ننزل فيه كده قطع البفتيك بعد ما عملناه في البيت والضيق والبيت والبقسمات وبعد كده هقليها من على الجنبين يعني كل ما تاخد لون دهب من يمة هقليها على اليمة التانية طبعا ما بتاخدش اكتر من دقيقة دقيقتين بتكون استويت معاكو ولونها تحفى وزاي الفل دايما انتم شايفين كده وبيكون الكراست البرا ده مقرمش ومن جوه طارية كده وحلوة وطعمها جميع هوريكو طبعا كل الكمية اللي طلعت معايا وهوريكو كمان من جوه بيكون شكلها عامل ازاي اذا اقولكو جربوه مش هتندمو ابدا ابدا بجد الوصفة دي هتعتمدوها عندكو خصوصا في الازامات وممكن كمان تبقى ضواء جنيبي كده في العزمات هتأجبكم جدا جدا شايفين كل الكمية اللي انتم شايفينها دي وكمان في قطعة تاكلت كمان كانت بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة فجربوه وانتم هتدعوه لي باذن الله وعايز اعرف طبعا رأيكو ايه في التعليقات سيبولي اي كوميت صغير منكو كده وكمان حطولي لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني وكمان فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد شوفوا معانا كده البوفتيك لما قطعناه كده شايفين طاري ومستوي وطعمه حلو جدا جدا اشوفكم على خير حبيب ان شاء الله في فيديو جديد ومع الف سلامة اشتركوا في القناة